بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد أحييكم أحبتي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدر في شرح مقدمة ابن الجزري هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زادن العلمية أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير ومع صفة الشدة ومع الدرس الثالث عشر ومع صفة الشدة قال المصنف رحمه الله شديدها لفظ أجد قط بكت شديدها أي صفة الشدة وصفة الشدة مقابلة للصفة الثانية في البيت الأول وهي قوله رخو فالشدة ضدها الرخاوة والرخاوة ضدها الشدة الشدة معناها في اللغة القوة وفي الاصطلاح انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه هذا معنى الشدة في الاصطلاح وعلماء الأصوات يقولون الحرف الشديد هو الحرف الذي ينتج بحبس النفس في المخرج ثم إطلاقه ويكمل انحباس الحروف الشديدة عند السكون أي عند سكونها سواء انحبس معها النفس كما في الحروف الشديدة الجهرية وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء سواء انحبس معه النفس كما في الحروف الشديدة الجهرية وهي حروف القلقلة والهمزة القاف والطاء والباء والجيم والدال والهمزة أم لم ينحبس كما في الكاف والتاء فالكاف والتاء شديدتان مهموستان وإن قيل هل يلزم من حبس الصوت حبس النفس نقول يلزم ذلك في حروف الشدة ما عدا الكافة والت ما عدا الكافة والت فإن قيل كيف يجتمع في حرف واحد صفتان متنافيتان يعني الشدة والهمس نقول الشدة باعتبار والهمس باعتبار آخر فالشدة باعتبار بداية الحرف والهمس باعتبار نهايته حينما أقرأ قوله تعالى مثلا إذا الشمس كورت كورت انحبس صوت التاء أقول كورت ثم بعد هذا الانحباس يجري النفس فأقول كورت خرج النفس بعد الانحباس وبهذا يجاب أيضا عن بعض الحروف التي اجتمع فيها صفتان متنافيتان كالضاء والذال فهما مجهورتان رخوتان وضد الشدة الرخاوة والرخاوة في اللغة معناها اللين وفي الاصطلاح جريان الصوت عند النطق بالحرف يعني عكس الصفة الشدة إذا كانت الشدة هي انحباس الصوت فالرخاوة هي جريان الصوت وهذه الصفة لا حروف تتصف بها سنذكرها بعد الصفة التي بين هاتين الصفتين قال رحمه الله وبين رخو والشديد لن عمر يعني هناك صفة بين صفة الشدة وصفة الرخاوة هذه الصفة هي صفة التوسط وبعض العلماء يسميها البينية يعني بين الشدة والرخاوة التوسط ما هو التوسط التوسط في اللغة معناه لاعتدال وكذلك جعلناكم أمة وسطا وفي الاصطلاح عدم كمال انحباس الصوت كما في الشدة وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة لأن هذه الصفة بين الصفتين إذن الشدة فيها انحباس والرخاوة فيها جريان إذن هذه الصفة ليس فيها انحباس تام وليس فيها جريان تام وبيان ذلك حينما تقول مثلا أو تقرأ قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لاحظ عندما وقفت على الجيم انقطع صوت الجيم انحبس الصوت الحج إذن الجيم حرف شديد وحينما تقرأ قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لاحظ تجد ان الصوت يجري مع السين وحينما تقرأ قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل هكذا وتقف على اللام تجد أن الصوت لم ينحبس كانحباسه في الحج ولم يجري كجريانه في المس فاللام متوسطة بين الشدة والرخوة لأنها من حروف التوسط من حروف التوسط فلا يجري الصوت جريانا ظاهرا كما في الرخوة ولا ينحبس انحباسا ظاهرا كما في الشدة حروف التوسط جمعها المصنف في قوله لن عمر وهي خمسة أحرف اللام والنون والعين والميم والراء هذه هي أحرف التوسط أحرف التوسط وبعض العلماء زاد عليها أحرف المد فقال ولينا عمر وفي بعض مؤلفات الإمام مكي بغير ألف نولي عمر وقوله لن عمر لن عمر أصلها لن يا عمر حذفت الياء ياء النداء للتخفيف وعمر منادى معرفة أصلها عمر سكنة الراء للضرورة وأصل هذه المقالة كما في بعض الكتب أن عمر رضي الله عنه كان يمشي كان يمشي الهوين وكان خلفه جماعة من الناس فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يا عمر فقال يا رسول الله ما من شخص منهم إلا وله حاجة ولم أقف على صحة هذه العبارة إذن الحروف الحروف موزعة بين هذه الصفات الثلاث بين هذه الصفات الثلاث بين الشدة التي حروفها أجد قط بكت وبين الرخاوة التي حروفها الحروف الباقية بعد أجد قط بكت وبعد لن عمر وبين صفة التوسط التي حروفها لن عمر الحروف موزعة بين هذه الصفات الثلاث وقوله شديدها لفظ أجد قط بكت قيل أنه كان لبعض العرب قيل إنه كان لبعض العرب محبوبة تسمى قط فمر ببابها فوجدها تبكي فقال أجد قط بكت تنبيهات تتعلق بهذه الصفات الأول علم من التعريف للصلاح لهذه الصفات كما قلنا أن الفرق بين الشدة والرخاوة قائم على انحباس الصوت وجريانه وعلى عدم انحباسه إن حباسا تما وجريانه جريانا تما كما في صفة التوسط كما ذكرنا الثاني الحروف موزعة على هذه الصفات الثلاث فما كان من حروف أجد قط بكت كان شديدا وما كان من حروف لن عمر كان متوسطا وما كان من باقي الحروف كان رخوا الثالث ما ذكره العلماء من أنه قد يجري النفس ولا يجري الصوت معناه لا يجري الصوت القوي الذي حصل في مبدأ الحرف ويجري النفس الكثير وليس معناه نفي جريان الصوت بالكلية الرابع ما ذكره العلماء من أنه قد يجري الصوت ولا يجري النفس كما في الضاد معناه يجري الصوت القوي ولا يجري معه النفس الكثير كما في الحروف المهموسة وليس معناه نفي جريان النفس بالكلية ونستكمل حديثنا عن صفات الحروف في اللقاء القادم إن شاء الله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة